ما جيته تعبته وكل ما يكون حاجة يتعمل تمام الممي راح للدكتور فراح كتب له مهدق بوله ان دي حالة نفسية وممكن يكون الكولون العصبي هو اللي عمل معه كده فكتبه شغير ايه وقال له مهدق بس تمام انا شايفة يعني المفروض من المهدق ازاي يمشي عليه على طول كده انا خايفة صراح عليه يعني معدته اتغيرت اه بدأت تقلمه وتتعبه اه وهو عند 31 سنة بيدخن لا ما بيدخنش ولا ليه في المكيفات ولا اي حال خالص في حاجة اتغيرت في حياته اه اختلف مع امراته وطلق بيتجوز لا كان طاب شغله كده وفترة وعد فترة مدقيق يعني تمام اكله اتغير اه اكله اتغير بقى يعني ما يقعد على الاكل هم ثلاث معالي اللي بيتجوزش عنه ويحصل الم في معدته ويحصل الم في معدته رجسكنا فين في القاهرة فين في القاهرة المنطقة ايه آآ قلبة النقر طيب يعني القصر العيني في طريقنا اه صح مستشفيات جامعة القاهرة القصر العيني كلية الطب عندهم وحدة مناظير حلوة اول الجهاز الهضمي يا ريت نعمل منظر على المعدة عشان نتطمي قبل ما ياخد المهدق يا دكتور انا ضد الفكرة بتاع ان انا ادي حاجة بدون تشخيص نحايا ايه فيليا معمر ميش المعدة بيحصل لها قرحة مما نأكل ومما يأكلنا يأكلنا اه يعني دايما احنا بناكل اكل غلط اه ايه اللي بياكلنا الغضب والتوتر والقلق والحزن يا الله فالقلق والتوتر والغلب والحزن غالبا بيتعبون بس انا نفسي بلاش نتعود الحالة النفسية الحالة النفسية من حوالي اربعة ايام او خمسة جاءني احدى الناس 37 سنة شاب مكتمل الصحة زي الفل بيقولي انا عندي حمودة ووجع هنا عملت منظار قال لي لا بس انا باخد ادوية كتير جدا والحمودة ما بتروحش برضا طلبت له منظار وكانت النتيجة الحياة مفاجأة ليا وللدكتور اللي بيعمل البنظار ان اكتشفنا انه مصاب بسرطان في المعد لا 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 فهارجوكم بلاش حكاية اصلاح على نفسها طبعا راجل سايب شغله وعنده حوالي اجتماعية من لغباطة وحوالي اقصانون كل ده ممكن اثر على المعد لكن هنوصل لغاية الاصر العيني وحدة مناظير الجهاز الهضمي هيبقى صايم 6 ساعات 8 ساعات يعملوله منزار في 5 دقائق ونتطمن ينبيش حاجة كلمنا عن لعنده ارتجاع يسوم ولا ما يسومش تكلمنا عن لعنده قرح سواء اثنى عشر او مادة يسوم ولا ما يسومش انا نتكلم عن مين مريض التقرحات القولونية ومرضة الكرونز مريض التقرحات القولونية ايه ف晩نا enintroduقون كلهم في paket пожалуйста الامراض المناعية كمان بما فيها سيلياو كده ممكن لكن هما اخترهم الحقيقة مريض الكرونز ومريض التقرح القولوني مريض الكرونز وتقرح القولوني لو الحالب